إلى بلدة بيتا في نابلس مرسلنا هناك خالد بدير أهلا يا خالد يعني ضعنا فيه التفاصيل ما الذي يدور لأنه متن الأخبار تشير إلى حالات إصابة ومقتل مستوطنة إسرائيلية دعنا ندخل معك في التفاصيل يا خالد يعني في إطار عملية الملاحقة لمنفذ عملية حوارة قبل 72 ساعة داهمت عناصر وحدات خاصة ومستعربة بلدة بيتا باستخدام سيارات مدنية وحاصرت إحدى المنازل صحيفة يدعوة أحرانوت وبتأكدات من وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقول بأن الجيش تمكن من اعتقال شاب فلسطيني يشتبه أنه قدم المساعدة لمنفذ عملية حوارة والتي قتل بها مستوطنين اثنين أول أمس داخل محل تجاري لغسيل المركبات طبعا منذ ذلك الحين الجيش الاحتلال يعزز من الإجراءات العسكرية وفرض الحصار على بلدتي بيتا وكذلك عقرب إلى الجنوب من مدينة نابلس بشكل لافت خلال عملية المداهمة والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال يدفع بمزيد من الآليات العسكرية إلى المنطقة تعزيزات كبيرة عناصر الوحدات الخاصة قوات من اليمام حرص الحدود الدوف دوفان كلهم الآن في نطاق مربع أمني مغلق داخل بلدة بيتا تحديدا في الأحياء الغربية الشمالية من البلدة حيث ينشط في ذلك المكان جيش الاحتلال مواجهات عنيفة تدور في المنطقة إطلاق نار بشكل عشوائي الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بأنه تم التعامل مع ثمانية إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة للغاية في الرأس لشاب فلسطيني تم قنصه بشكل مباشر كان أعزل لا يحمل الحجارة في نطاق منطقة المواجهات وجه قناص إسرائيلي عملية إطلاق الرصاص رصاصة واحدة أصابت وأردته على الأرض فورا يقول الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تجري في هذه اللحظات عملية إنعاش قلب ورئة للشاب والإشارات الميدانية التي تريدني من داخل مستشفى رفيديا حيث تم نقل كافة الإصابات هي مزيد من التدور في الحالة الصحية للشاب الفلسطيني الذي أصيب بالرأس هناك أيضا إصابة حريجة وخطيرة في الصدر لشاب فلسطيني تم نقله بواسطة مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الأطراف في الأقدام في الأياد للشبان الفلسطينيين المواجهات لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة داخل بلدة بيتا مقطع فيديو مصور أكد حقيقة القنص الذي تعرض له الشاب الفلسطيني قبل قليل وهي جريمة إعدام ميدانية جديدة توثقها كاميرات المواطنين والهواتف المحمولة لما حدث مع الشاب سيما وأن الفيديو يظهر مجموعة من الشبان برفقة متطوعي الهلال الأحمر يقدمون إسعافا أوليا لأحد المصابين الشاب يهرع باتجاههم رصاصة باغته في الرأس ويسقط فورا على الأرض الهلال الأحمر يقول أنه نقل في ظروف صحية قطيرة وحرجة لألغاية أتواجد الآن على مدخل بلدة بيتا الطريق الآن سالك بعملية الدخول خالد يعني اسمح لي وأنت تشرح لنا طبيعة مدخل بيتا وأنت هناك بيتا وأنت هناك يا خالد يعني متن الخبر أشار إلى أنه تم اقتحام البلدة بعداد كبيرة وغفيرة من الجنود وكذلك المستوطنين وتمت محاصرة أحد البيوت هناك وضرت اشتباكات ما قصة هذا البيت يا خالد لما تتم عملية المحاصرة حوله هل البحث عن شيء هل هو في ذاته عليه علامات استفهم يعني ضعنا في هذه التفصيلات رجعا خالد التفصيل فيما يتعلق بعملية المداهمة نذكر أول أمس وقعت العملية قتل مستوطنان انسحب المنفذ من أطراف بلدة حوارة وصولا إلى المنطقة التي نقف بها هكذا التقديرات الأمنية الإسرائيلية وبالتالي زادت التقديرات بعمليات البحث الميداني المستمرة منذ الساعات الأولى لعملية في بلدة حوارة بعمليات التفتيش هنا في الأطراف الغربية تم مداهمة منازل محال تجارية اختحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في منطقة حارة بير قوزة في الحراء الغربية هنا في داخل بلدة بيتها تم اعتقال شاب ولاحقا الإفراج عنه خلال الفترة الماضية عشرات الآليات تدخل وتقنج تداهم تندلع مواجهات وبالتالي جيش الاحتلال يركز عمليات البحث بشكل كبير في بلدتي بيتها وكذلك عقربة التي هي أشبه بالمحاصرة كل المنافذ مغلقة سوى مدخل واحد هناك قهر وعقاب جماعي يمارس بحق الفلسطينيين عملية المداهمة وفق التقديرات الأمنية الإسرائيلية لأنها جاءت في إطار الوصول إلى معلومات استخباراتية تقول أن داخل هذا المنزل شاب فلسطيني قدم المساعدة لطبعا منفذ العملية ولا نتحدث عن منفذ العملية وإنما عن شخص قدم المساعدة وبالتالي كل الحديث الآن هو عن الوصول إلى طرف خيط ربما استخباراتيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول لأنه منذ ثلاثة أيام وحتى هذه اللحظة عمليات المداهمة لم تتوقف في بلدتي بيتا وعقرب إلى الجنوب من مدينة نابلس اعتقالات استجوابات ميدانية مصادرة تسجيلات الكاميرات أستمع الآن بشكل مكثف إلى مزيد من مركبات الإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني عزز المنطقة بخمس مركبات على الأقل في هذه اللحظة للتعامل مع الإصابات الميدانية وأستطيع الآن رؤية عدد من المركبات يدخل الآن لربما الزميل شادي يستعرض هذه الصور على مدخل بيتا من أمام الحاجز العسكري على مدخل بيتا مزيد من مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني تدخل في هذه اللحظات على وجه الصرعة إلى بلدة بيتا كما تشاهد أوضاع صعبة وفق ما وردنا من قبل الأهالي أن المواجهات عنيفة للغاية داخل الأحياء وزقاق البلدة والمنطقة القديمة في بلدة بيتا حيث تتواصل المواجهات حتى هذه اللحظة هناك طبعاً مزيد من الإعلانات التي تصل في هذه الأثناء تتعلق بالمواجهات المندلعة في بلدة بيتا في تلك المنطقة في هذه اللحظات هناك تفاصيل فيما يتعلق بالشاب المصاب لكن ننتظر تأكيدات رسمية على ما يبدو طبعاً بأن الأمور غير مطمئنة كما يردني من داخل مستشفى رفيديا من مصادر طبية بأن الشاب أصيب بجراح خطرة وحرجة للغاية على وقع طبعاً استمرار المواجهات داخل البلدة القوات والتعزيزات العسكرية أتحدث عن قرابة أربعين آلية عسكرية إسرائيلية ولربما أكثر من ذلك اقتحمت بلدة بيتا ليس من المدخل الغربي وإنما من المدخل الشرقي المحاذي لبلدة أصرين مروراً ببلدة عقربة تم الدفع بتعزيزات كبيرة التي يعني تواصل حتى هذه اللحظة فرض حصار على منطقة ومربع سكن برمته خلال هذا الحصار هناك مواجهات عنيفة مستمرة في المنطقة يعني بشكل عام أو بآخر الأمور تتعقد داخل بلدة بيتا خالد يعني إذا كان بالإمكان أن تنقل للصورة من الزاوية الأخرى لأن هناك دعوات واسعة النطاق من المستوطنين الإسرائيليين بالتعرض لأي فلسطيني يعني حتى لو لم يفعل أي شيء حتى لو كان طفل هناك دعوات لأتعامل بقصوة بقوة بالاعتداء بالانتهاك على هذا الفلسطيني ضعنا في هذه التفصيلات وكيف لها أن لا تحدث خالد يعني على الجانب الآخر هناك بالفعل يعني تطورات ودعوات استيطانية في هذه الأثناء وأنا أتحدث إليكم وكنت تسألني عن سؤال الجانب الآخر عن الدعوات الاستيطانية يردني خبر هناك تجمعات كبيرة للمستوطنين على الأطراف الجنوبية من بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤمن الحماية لهذه الأعداد من المستوطنين ولا ربما نحن أمام ساعات حرجة قد نشهد فيها اعتداء كبير وواسع النطاق للمستوطنين باتجاه بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق القنابل الغازية صوب منازل الفلسطينيين بشكل عشوائي وبالتالي أمام عملية التي وقعت اليوم ومقتل مستوطنة قد نشهد سيناريو مماثل لأعقاب كل عملية وهي أن المستوطنين يدعون بشكل واضح لطبعا تدفيع الثمن تدفيع الثمن يأتي بشكل كبير ولافت من المستوطنات الدينية في عمق الضفة الغربية أتحدث عن مستوطنة يتصاهر التي بداخلها غلاط المتطرفين شبيبة التلال حركة تدفيع الثمن كل هذه المسميات للمجموعات الاستيطانية هي المسؤولة عن تنفيذ الاعتداءات وبالتالي قد نشهد خلال الساعات القادمة رشق لمنازل الفلسطينيين في عدد من المناطق وعلى وجه التحديد جنوب نابلس رشق وعرقلت وقطعت طرق تنقل الفلسطينيين بين القرى والبلدات الفلسطينية ولا ربما ذلك يضع المنطقة باتجاه حالة من التوتر سيما وأن الدعوات الاستيطانية واضحة في أعضاء الكنيسة في اليمين المتطرف يقولون يجب محو بلدة حوارة يجب قتل العرب وبالتالي هذه الدعوات قديمة حديثة متجددة تغذيها حكومة يمينية متطرفة على أرض الواقع في عملية طبعا طبعا فرض وقائع جديدة على الميدان لكن هذه الوقائع عادة ما تصطدم بالعمليات اليوم نتحدث عن حوارة وعن عشرة عمليات وقعت منذ بداية العام الفين وثلاثة وعشرين وكأننا نتحدث عن العمق الإسرائيلي في تل أبيب وبالتالي المنظومة الأمنية على وقع كل الإجراءات التي فردت إلا أنها لم تستطيع منع العملية وحتى أنها لا تستطيع منع وقوع عملية أخرى في الأراضي الفلسطينية أنا بشكرك خالد بدير مراسل الغد من بلدة بيتا في نابلس سأعود إليك كل مجد جديد خالد شكرا جزيلا شكرا جزيلا